وعودة إلى الخبر الأبرز حيث استقبر الرئيس عبد الفتاح سيسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة ليو زي تيانج حيث أكد الحرص على توطيط التعاون الاتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات الذات الاهتمام المشتركة كما عقد الرئيس سيسي اكتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التجارة ومحافظ ضميات وعدد من المسؤولين للاطلاع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الاتات وفقا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ليو زي شيانج رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية معاربا عن التهنئة للرئيس شي جينبينج بمناسبة أعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة ومنوها إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبا من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدما تنمويا مضطردا ومكانة مهمة على المستوى الدولي وأكد سيادته حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركة الصينية في مختلف المجالات الذات الاهتمام المشترك من جانبه أكد رئيس الشركة الصينية أن دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية مما أتح فرصا استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل مشيرا في هذا السياق إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والمدن الجديدة والموانئ البحرية وفي مجالات محطة تحلية ومعالجة المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وموضحا أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهايدروجين الأخضر في مصر باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات السيد الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث استمرارا للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث لتصبح مدينة صناعية متكاملة في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال وتوجيهات السيد الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي وأوضح المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث وفقا لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية ووجه سيادته في ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم اشتركوا في القناة